يتداعى زعماء وموثل دول العالم على ميونيك لعقد قمة جديدة حول قضايا الدفاع والأمن في العالم لكن في غياب روسي لأول مرة منذ أزيد من ثلاثة عقود المؤتمر انطلق حتى قبل بداياته من خلال بعض التصريحات حيث اعتبره بعضهم منصة مناسبة لتوصيف الوضع الأمني شرقي أوروبا ولكيل التهم خاصة لموسكو فدون مقدمات كبيرة دخلت وزيرة الخارجية الألمانية لب الموضوع واصفة المواقف والسلوكات الروسية بعودة الحرب الباردة في السياق ذاته عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غو تيراش عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في أوروبا مع تمركز القوات الروسية حول أوكرانغا أشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة وتكهناتي بحدوث صراع عسكري في أوروبا ما زلت أعتقد أنه لن يحدث لكن إذا حدث ذلك سيكون كارثيا لا يوجد بديل للديبلوماسية الغياب الروسي فسله المراقبون على أنه انعكاس لتدهور العلاقات بين الشرق والغرب فالكريملين لم يخفي انزعاجه مما يعتبره انحيازا من المؤتمر للغرب في وقت عبر رئيس المؤتمر وولفغانغ إشينيغر عن أسفه لعدم حضور موسكو في شأن يخصها مباشرة معتبرا الأمر خطأ يعقد المشاركون آمالا عريضة على المؤتمر لتجاوز عديد الزمات في العالم على غرار الملف النووي الإيراني وجائحة كورونا والتطورات في أفغانستان فضلا عن ملفات الشرق الأوسط التي ينتظر أن تطرح في جدول الأعمال في الوقت الذي تقام فيه اجتماعات بسياغ مختلفة بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تتجه الأنظار إلى القاعات البعيدة عن الكاميرات التي ينتظر أن تحتضن لقاءات ثنائية لطالما وصفت بالسرية حيث يحاول فيها المجتمعون عقد تحالفات وإيجاد أرضيات مشتركة لاحتواء أزمات وحل أخرى